وينضم إلينا من نيويورك الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الأمريكي محمد سطوحي أستاذ محمد مرحبا بك معنا في هذه الساعة من التخطية إذن تتوالى عمليا الدعاوة القانونية ضد إسرائيل ومن خلفها عمليا الولايات المتحدة ربما البارز لهذا اليوم مركز الحقوق الدستورية الذي رفع دعوة أيضا في ولاية أوكلند عمليا يطالب فيها بالمركز أن تتخذ المحكمة عمليا قرارا حول أصدار أمر طارئ لوقف الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل إلى أي مدى يمكن أن تنظر عمليا المحكمة في أوكلند بهذه الدعوة بداية؟ من الممكن أن تنظر فيها إذا وجدت أن هناك الصياغة القانونية التي تسمح بتمريرها هذه مسألة يدخل فيها المحامون والحقوقيون ورجال القضاء ولكن المهم هو تأثيرها في نهاية الأمر أنا لا أعتقد أن تأثيرها سياسيا سوف يعوق هذا الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل بصرف النظر عن تطورات هذه القضية هناك أمور أخرى ربما في اعتقادي أكثر أهمية أن 49 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاموا بمحاولة وضع تعديل في قانون أو في إجراء المساعدات التي ستقدم لإسرائيل 14 مليار دولار بحيث أنها تشمل الاعتراف بحل الدولتين وأيضا أسلوب إدارة العمليات العسكرية هذا ليس معناه أن هذا سيتم تمريره في اعتقادي أن الجمهوريين سوف يعوقون ذلك عند تمرير القرار الخاص بالمساعدات ولكن مجرد أن هذا العدد الكبير من 51 عضوا ديمقراطيا 49 منهم يتفقون على هذه الصيغة أعتقد أن هذا في حد ذاته مؤشر على تحولات كبيرة سياسية خاصة في الحزب الديمقراطي وهذه أمور في نهاية الأمر لها تأثيرها وإن كان غير مباشر وغير سريع على الإجراءات التي نتحدث عنها الآن لكنها في اعتقادي على المدى المتوسط والبعيد لها تأثير كبير أيضا من المنتظر عشية إصدار محكمة العدل الدولية قرارها بشأن الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا يجتمع عمليا قبل قليل كان بلينكين يجتمع مع وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا ما الهدف برأيك من هذا الاجتماع؟ هل هو محاولة لاستباق هذا القرار الذي على ما يبدو متوقع أن يكون هناك إدانة عمليا لإسرائيل؟ لا أعتقد أن توني بلينكين يحلم بأن جنوب أفريقيا سوف تسحب دعواها أمام المحكمة الدولية هو يعلم تماما أن مدى التزام جنوب أفريقيا بهذه القضية جمعت كل الأدلة التي استطاعت جمعت فريقا قانونيا كبيرا من أجل تقديمها أمام محكمة العدل الدولية وهي ستواصلها في كل الأحوال وبالتالي لا أتصور أن واشنطن تتوقع من خلال هذه اللقاءات أنها تصفر عن أي تغيير بالنسبة لهذه القضية تحديدا الآن ولكن من الممكن بالنسبة لعلاقة واشنطن وعلاقة إسرائيل مع جنوب أفريقيا بشكل عام لأنها من الممكن جدا أن تتداور خلال الفترة القادمة جنوب أفريقيا أصبحت دولة مهمة جدا على الساحة الإفريقية ربما تكون أهم دولة إفريقية خلال السنوات الأخيرة بعد تولي نيلسون مندلة وبالتالي لابد لواشنطن أن تحافظ على الحد الأدنى من العلاقات مع الحكومة هناك وأيضا أنه لا تسمح بتدهور هذه العلاقات في الفترة القادمة وخصوصا بين إسرائيل وجنوب إفريقيا لأنها من الممكن بالفعل أن تتحول إلى حالة عدائية بعد هذه القضية الأخيرة وسحب السفير بالحديث عن هذا الموضوع هناك سعي حثيث عمليا لإتمام صفقة صفقة التبادل للأسرى الفلسطينيين المحتجزين الإسرائيليين أيضا في غزة ويتولى ربما هذه المهمة عمليا وكالة المخابرات بشخص مديرها ويليام بيرنز إلى أي حد تعتقد أن الولايات المتحدة ستسع عمليا لتذليل العقبات بين إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن وذلك انسجاما ربما مع قرار محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بالتأكيد ستحاول الوصول إلى هذا الاتفاق وعندما حاولت المرة السابقة ونجحت في الوصول إليه كانت أيضا من خلال أن طلب جو بايدن الرئيس الأمريكي من ويليام بيرنز مدير الـ CIA أنه يذهب بنفسه إلى قطر من أجل إدارة المفاوضات هناك فاعتقادي أنه تولي ويليام بيرنز الآن للمفاوضات في هذه المرحلة هو مؤشر على مدى جدية واشنطن في الوصول إلى حل لهذه المعضلة لأن الاتفاق السابق كان أسهل جدا بالنسبة للإسرائيليين ولحماس الآن الموقف أكثر صعوبة لأن الطلبات سوف تكون أكبر وحماس لن تقبل بواحد مقابل ثلاثة التي قابلت بها من قبل لن تقبل بأن يكون هناك هدنة لعدة أيام يتم مدها إلى أسبوع أو أكثر أو أقل هذه لم تعد مقبولة بالنسبة لحماس الطلبات الآن مرتبطة بالإفراج الكامل عن المسجونين الفلسطينيين وأيضا الوقف الكامل للحرب والانسحاب للقوات الإسرائيلية من غزة هذه مطالب بالنسبة للإسرائيليين سيكون من الصعب عليهم ابتلاعها وبالتالي ستحتاج إلى جهود أكبر لكن هناك أيضا قناعة في واشنطن الآن أنه لن يتم الإفراج عن هؤلاء المسجونين أو المحتجزين لدى حماس بالقوة العسكرية هم مقتنعون بذلك الآن وإذا كان الهدف هو الإفراج عنهم فلابد أن يكون هناك استعداد على الأقل لبحث الشروط المطلوبة من أجل الإفراج عنهم ومن هنا الجدية الأمريكية في الموضوع السؤال هو هل ستقبل إسرائيل وما هو الحد الذي من الممكن أن تقبل به هذه هي المعضلة وهذا ما يدخل من أجله وليام بيرنز الآن لسه فقط بصفته مديرا للسي آي اي أو للاستخبارات ولكن باعتباره دبلوماسيا متمرسا يعرف المنطقة جيدا كان سفيرا فيها لأكثر من دولة كان نائبا لوزير الخارجية ألف كتابا عن العلاقات المصرية الأمريكية فهذا رجل يعرف المنطقة مثلك في يده وبالتالي ربما يكون هو الأكثر قربا من القدرة على الوصول إلى حل إذا كان هناك حل وهل يتمتع بيرت برأيك بالحنكة لإخناع نيتنياهو المتمسك عمليا باستمرار هذه الحرب لأسبابه الشخصية عمليا والسياسية ولا يريد حتى هدنة أو وقف لإطلاق النار الكل يقول أن عمليا من يعطل التوصل إلى صفقة من يعطل الوصول إلى أي حلول أخرى هو شخص نيتنياهو تحديدا وبدأ يزعج عمليا الإدارة الأمريكية هل يمكن الحديث عن أن هناك تقاطعات وهناك ما يفرق الإدارة الأمريكية عن خطة نيتنياهو بحيث يتم التوصل لصفقة حقيقية تقنع كل الأطراف نيتنياهو في اعتقادي لا يحتاج لحنكة من قبل الـ CIA أو ويليام بيرنز أو حتى من الرئيس بايدن نيتنياهو لا يحتاج لإقناع نيتنياهو يحتاج إلى عضلات يحتاج إلى ضمط يحتاج إلى أنه يعلم أنه هذا خيار أمامك وهذا خيار آخر وإذا لم تقبل بهذا فإن الثمن سيكون ذاك أعتقد أن هذه اللغة الوحيدة التي يمكن لنتنياهو أن يفهمها وهذه مسألة لا يمكن لمدير CIA أن يحققها في مدولاته مع الإسرائيليين أو مع نيتنياهو الأمر يحتاج إلى موقف وقرار من أعلى سلطة وهو في هذه الحالة الرئيس الأمريكي إذا لم يكن مستعداً لأن يستخدم عضلاته في مواجهة نيتنياهو فلن يكون لوكلائه أي قدرة على التغيير بالنسبة للمواقف الإسرائيلية هم مثل المحامي الذي ليس له أهمية ما لم يكن هناك مساندة قوية له من موكله فموكله في هذه الحالة هو الرئيس الأمريكي عليه أن يدعمه ويدعم جهوده بطريقة تصل رسالتها إلى الإسرائيليين أنه عليهم أن يقبلوا بما هو معروض عليهم وهل وصلنا إلى مرحلة دكتور محمد بحيث تلجأ الإدارة الأمريكية للعضلات لإيقاف هذه المغامرة مغامرة نيتنياهو التي باتت تهدد بحسب الكثير من المحادلين المصالح الاستراتيجية الأمريكية في العالم حتى لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة العضلات هم في مرحلة الصراخ العلني كانوا في البداية يتحدثون من خلال القنوات الخاصة والسرية مع الإسرائيليين في إطار التهدئة في إطار النصائح في إطار الحث ولكن لم تكن هناك أي استجابة فالطريقة التي لجأوا إليها من أجل الضغط هي الخروج العلني للتعبير عن رفضهم للسياسات والمواقف الإسرائيلية ولكن هذا التعبير العلني عن مواقفهم لم يغير شيئا أيضا من سياسات إسرائيل لأن نيتانياهو يعلم تماما أنه هناك فارق بين النباح والعض ما يراه حتى الآن هو النباح ولكن لا توجد أي سياسات حقيقية من الممكن أن تؤثر على قراراته لم يجد واشنطن مستعدة أن تقبل بقرار في مجلس الأمن الدولي يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار هذا لم يحدث ولم يجد أن واشنطن مستعدة الآن لتعطيل تسليم أي أسلحة أو ذخائر بل بالعكس هي تسرع بها متخطية الإجراءات داخل الكونجرس الأمريكي إذن طالما هو أنه يرى أن مواقف إدارة بايدن ما ذالت قاصرة على التعبير العلني عن الرفض فإنه لا يبالي بذلك هو اعتاد عليه كثيرا هذا الرجل يعلم أو يعرف جو بايدن منذ أربعين سنة تعامل مع كثير من الإدارات الأمريكية خلال الثلاثين أو أربعين سنة الماضية فبالتالي لديه خبرة طويلة في التعامل مع السياسة والسياسيين داخل الولايات المتحدة ويعرف تماما أنه مجرد التعبيرات اللفظية لن تغير كثيرا لن تضره بل بالعكس هو يستفيد منها داخل إسرائيل لأنه يذهب إلى المجتمع الإسرائيلي ويقول انظروا نحن نتعرض لتلك الضغوط من أجل الضغط علينا من أجل وقف الحرب من أجل التسليم بمتطلبات تهدد أمن إسرائيل وأنا الشخص الوحيد القادر على أن أقول لا للولايات المتحدة لقد قلتها في السابق وأستطيع أن أقولها الآن وفي المستقبل فهو يستخدم الضغوط الأمريكية العلنية لصالحه سياسيا داخل إسرائيل ومن هنا فنتانياهو لن يتوقف ما لم يجد أن هناك أكثر من النباح أن هناك ضغوطا حقيقية أشكرك على هذه القراءة الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الأمريكي كنت معنا من نيويورك محمد سطوحي شكرا لك